السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معاكم نجلق فتحي استشاري الصحة النفسية وعلاك بالطاقة الحيوية أهلا بكم في طريق السعادة اللي هنتكلم فيه عن كل شيء يخص الصحة النفسية هنتعلم الأسلوب الصحيح في التفكير وهنتعلم كيفية تحقيق الأهداف وكمان هنعرف كل شيء يخص العلاقات الزوجية وكمان كيفية معاملة المراهقين وتربية الأطفال والطاقة الحيوية حلقاتنا النهاردة هتتكلم عن حاجة مهمة قوي كل الناس بتقع فيها تقريبا وهي الحمد بلا إحساس بالحمد يعني إيه؟ ناس كتير قوي تقع في مشاكل وتزعل وتحزن وجواهم يبقى الزعل يعني محفور وظاهر برة كمان لكن هو متعود أن يقول الحمد لله على كل حال بس في قلبه مش مصدق ده مش كاتب في قلبه ده هو بيقولها باللسان بس عشان الناس تقول ماشا الله عليه بيحمد ربنا برغم اللي فيه أنا ما يهمنيش الناس أنا ما يهمنيش الناس خالص أنا يهمني أحس بالشيء وأقوله أبقى صادق على طول وده اللي عمل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما ابنه توفق قال إيه؟ قال العين تدمع والقلب يحزن وإن لفراقق لمحزنون يا إبراهيم صح؟ قال أنا زعلان أنا جوايا حزن أنا أنا يعني من جوا بتقطع بالشكل المعنوي يعني خلاص؟ ما قالشي الحمد لله على كل حال لا قال أنا زعلان وفرغ الطاقة دي طاقة الحزن وبكى وحزن وقال أنا زعلان ده طبيعي جدا ما قالش شيء من جواه وعلى لسانه شيء تاني مش كده؟ طيب دلوقتي اكتشفوا في علوم الطاقة إن الإنسان كل أمراضه بسبب مشاعره الخوف والقلق والحزن والتوتر وقلنا الموضوع ده كتير صح؟ طيب دلوقتي اكتشفوا حاجة مهمة جدا إنك لما بتجدب أو بتنافق أو بتجامل بشكل مبالغ فيه ما هو كدب برضو صح؟ جسمك من جوه مسجل حقيقة بس بتقول أنت كدب فبينتج عندي بقى ارتفاع في ضغط الدم وضربات للقلب سريعة وارتفاع في السكر ليه؟ لأن مكتوب جواك غير اللي انت بتقوله جسمك بيعترض لأ أنا مش مستجل عندي كده فليه؟ ليه ده كله؟ قول الحمد لله وانت فرحان أو استشعر قدرة ربنا قوي في حاجات حلوة كتير وانت زعلان استشعر قدرة ربنا في حاجات حلوة كتير حصلت لك وكتير نجاحات حصلت لك وكتير ربنا ادى لك اللي انت عايزه وكتير حلمت بحاجات وربنا نوّلها لك وكتير دخلت في مشاكل وربنا خرجك منها استشعر ده قوي وساعتها قول اللهم لك الحمد والشكر إن خير ربنا عليك كتير وهيزيد وهيجي ساعتها هتبقى صادق من قلب لكن قول الحمد لله وانت حاسسها مش على لسانك بس لا في قلبك هو ده المهم سيبك من الناس الناس عمرك ما هترضيهم أبدا ومش مهم ارضاهم المهم انت تبقى راضي عن نفسك وانت تبقى راضي عن نفسك هو ده المهم المهم ليس جوابين